تحياتي يا أصدقائي كثيراً ما كانت تصريحات اللاعبين والمدربين تلعب عوامل في نتائج المباريات رح نحكي بفيديو اليوم عن تصريحات المدرب الأرجنتيني هيلتر كوبر بعد مباراة كوريا الشمالية وتصريحات لاعبية منتخب سوريا بالنسبة لمباراتنا القادمة مع المنتخب الياباني إذن يا حبايب القلب بعد ما فزنا على كوريا الشمالية بشق الأنفس بهدف لونة مقابل صرح المدرب الأرجنتيني هيلتر كوبر بعد المباراة في صفحة رسمية للاتحاد العربي السوري لكل القدم عن هذه المباراة قال طبعاً كنت بالشوط الأول راضي عن منتخب سوريا كان بالإمكان أن يسجل هدف ثاني أضعنا فرص بالشوط الثاني لم يكن راضي هو سعيد بثلاث نقاط بالنسبة لمنتخب سوريا يجب أن يصلح العديد من الأخطاء الموجودة لمواجهة المنتخب الياباني تصريح كان متوازن من مدرب يعني لديه خبرة كبيرة بالتصريحات يعني هيلتر كوبر بالنهاية المدرب هو كاريزما المدرب هو الذي يلعب على العامل النفسي لللاعبين والجمهور والإعلام وبعدين بيجي العامل الفني على موضوع تكتيكات والخطط والتشكيل وإلى ما ذلك من مواضيع فنية على أرض الملعب وبالتالي هيلتر كوبر تصريح منطقي جدا تصريح احترافي جدا من هيلتر كوبر يعني ما حكى أنه والله منتخب اليابان منتخب مرعب وصعب وكذا طبعا بدي قارن بتصريحات لعبي منتخب سوريا وبالتالي يعني خبرة كبيرة الارجنتيني الكوبر وهي كانت تصريحاته بينما بالمقابل صرح لاعبي منتخب سوريا من عمر السومة والخولي إبراهيم عالمي لكل يعني مجموعة من التصريحات بعد المباراة تكلموا فيها على مباراة اليابان وقالوا أنه مباراة صعبة ويعني تحدثوا عن صعوبة المواجهة مع المنتخب الياباني هون أنا بدي أوقف يعني وأقول نقطة كتير مهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع صحيح مباراة المنتخب الياباني وعارات صعبة جدا لكن أنا كلاعب يعني إن كان كابتن منتخب سوريا وإن كان نجومنا اللي منحبهم ومنعزهم فيك تقول يعني فيك تنتقي مصطلحاتك بالتعبير عن يعني مواجهتك القادمة ببساطة فيك تقول أنا أحترم المنتخب الياباني لكن منتخب سوريا قادر أنه يصنع المفاجآت لدينا الإمكانيات سنقاتل على أرض ملعب يعني فيك تصرح بتصريحات مختلفة ما تقول أنه أنا والله صعبة مباراة اليابان لكن هنعمل لي علينا لا مباراة اليابان صعبة لكن أنت كلاعب وكنجم في منتخب سوريا كل اللاعبين اللي يصرحوا فيك تقول أنه نحترم المنتخب الياباني لكن منتخب سوريا لديه آماله بتآهل إلى الدول المقبل لدينا طموحاتنا بوجودنا بكأس العالم نحن نحاول إسعاد الشارع الرياضي السوري وبالتالي سنقدم مباراة جيدة مع المنتخب الياباني يعني حتى لو لم تكن مباراة جيدة حتى لو لو خسرنا يعني كما هو متوقع مع المنتخب الياباني لكن أنت هون صرحت وعطيت تفاؤل للشارع الرياضي السوري الجانب الياباني يعني يقرأ كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بمنافسينه يعني من تصريحات من كلام صحف من تصريحات لعبين وبالتالي يعرف يعني مجريات الأمور العامل النفسي والذهني كتير مهم بهيك مباريات يعني أنا إذا بدي قارن على سبيل المثال مباراة السعودية والأرجنتين بكأس العالم يعني ما بدي قارن أرجنتين باليابان لكن يعني كان في فوارغ كتير كبيرة يعني إذا بنا نحكي لأرجنتين بنهاية أحرص لقب المونديال السعودية تصريحات هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي قبل المباراة لاعبين منتخب السعودي يحترموا المنتخب الأرجنتيني لكن لم يخافوا وربحوا على الأرجنتين بأول مباراة لكن بالنهاية ودعوا المونديال لكن بالنهاية تصريحات كتير مهمة العامل الذهني مجموعة التصريحات يعني تشعر أنه اللاعبين خائفين لا تخافوا أي نعم الفوارغ كتير كبيرة بين المنتخب السوري ومنتخبنا ومنتخب اليابان لكن التصريحات واللعب على العامل الذهني ياما منتخبات صغيرة استطاعت أن تفوز على منتخبات كبيرة بالغرينتا والروح والعامل الذهني يعني أنت لازم كلاعب وكمدربين وككادر فني تقتنعوا أنتوا 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 قادرين تعملوا نتيجة إيجابية مع المنتخب الياباني لحتى نقتنع نحن كأعلام ومتلقين وجماهير طب إذا أنتوا ممقتنعين كيف تكون تفوتوا وتواجهوا المنتخب الياباني هاي هذا هو الكلام هون تصريحات احترافية يعني خطوا تجارب كبيرة جل عبير منتخب احترفتوا وطلعتوا وقالكم صيد كتير كبير بعالم كرد القدم لازم يعني تكونوا أكثر دقة في تصريحاتكم هاكتر كبر زكي جداً هاكتر كبر يعني تصريحه كتير مهم أنه نحن حنصلح الأخطاء الموجودة لمواجهة ما قال أنه نحن منتخب صعب جداً لا يا أخي لكن في شغلة كتير مهمة بدي أحكي فيها لما تلعب مع المنتخب الياباني هون تصريحات هكتر كوبر الذكي جداً قال بعض الأخطاء بدنا نصلحها لمواجهة المنتخب الياباني هاي المباريات يلي بيعشقها هكتر كوبر ما في مدرب يلعب بطريقة دفاعية أو بيحب يكون هو يلعب دفاع ويلعب على الكاونتر اتاك إلا ما يعشق المواجهة الفريق يلي يهاجم ويتركوا المساحات بالخلف وبالتالي احتمال كتير كبير نربح للمنتخب اليابان أوكي الفوارق كتير كبير لكن بالتفصيل بكرة القدم ما في شي مستحيل على كل حال يعني أتمنى التوفيق لمنتخب سوريا أصدقائي بدي أرأكم بهذا الموضوع اللي حكيت عنه اليوم وإن شاء الله هيك دائماً بيدعمكم لنوصل إلى 10 ألاف متابعي اللي ما نمتابعني ينزل يشترك بالقناة ويضغط لايك أو ديس لايك اللي عجبه واللي ما عجبه فيه أيضاً يعبر عن رأيه بكل حرية وبالنهاية نحن بهمنا مصلحة منتخب سوريا ونتائج إيجابية إن شاء الله بالمباريات القادمة باي باي